النهاردة هنعمل مع بعض الشكلامة هنقول بقى المادير تلات معالق كبار لبن بودرة اللي هي المعلقة العادية دي بتاع الاكل ونص كوباية جوز هند رشة ملح نص كوباية سكر بودرة وبيضة وكيس فانيليا ودي الكوباية اللي انا عايرت بيها ممكن تعاري بكوباية هي هي بس تكون لكل المعايير هنخلط الاول لازم نمشي بالترتيب البيضة وكيس الفانيليا وقلبه هنزل عليهم بالسكر البودرة لازم يكون مطحون كويس عشان يدوب بسرعة نحط رشة الملح وهي الجوز الهند وقلبه اخر حاجة بزودها اللبن البودرة ممكن محطش الثلاث معالق كلهم مرة واحدة بس انا اتعمدت ان احطها عشان اوليكم حاجة لابن البودرة لابن البودرة نحطه واحدة واحدة لان كتره لو لقناها سهلة كده لابن البودرة بالتبادل مع جوز الهند يعني نحط شوية لابن البودرة وقلب بما مسكتش هحط بقى جوز الهند عشان توصل للقوام اللي هنشوفه بعد شوية هنشوفه كده هي سعيلة دلوقتي انا زود لق زودت جوز الهند بس الحتة دي لاسف ما تصورتش آآ فجمدت كده ممكن بقى تشكلها بمعلقتين زي ما انا هعمل او بايدك انا هوريكي برضو نفس الحكاية وحاولي آآ ان انت هي لسه بتفرش طبعا من السكر آآ فانت تصغري الكورة بقى تكبريها اللي يعجبك اللي الحجم في ايدك انت يعني شوفوا القوام بتاعها لو انا نسكها كده هو ده القوام المزبوط نحط طبعا على ورقة زبدة او ثانية مدهونة بكون مشغلة الفرن على مية وتمانين ودخلها بس نخلي برنة عشان ما تاخدش وقت خالص شكرا شكرا